لو آمن بي عشر من اليهود لآمن باليهود هكذا قال محمد في حديث صحيح إن العقدة الأبدية التي ظلت تطارد محمدا ولا زالت تطارد المسلمين إلى اليوم عقدت أن يشهد له اليهود والنصارى بالنبوة لكن يبدو أن علماء اليهود والمسيحيين رفضوا محمدا ونبوته فما هي أسباب هذا الرفض يا ترى؟ هذا ما سنعرفه الليلة وبكل وضوح بكل وضوح مع رشيد أهلا بكم مشاهدين الكرام على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي يسر الكثير من المسلمين على أن المسيحيين واليهود يعلمون بصحة الرسالة الإسلامية ولكنهم يرفضون عنادا واستكبارا وحسدا يرفضون الإسلام رغم علمهم داخليا بصحته فمحمد كما تقول الرواية الإسلامية موجود في كتب اليهود والمسيحيين يعرفون صفته ويعرفون نعته وتفاصيله ولكنهم يكتمون هذا الحق ويحاولون التستر عليه فهل هذه هي الحقيقة؟ هل اليهود رفضوا محمد عنادا واستكبارا؟ وهل المسيحيون رفضوا محمد حسدا من عند أنفسهم؟ أم أن هذه التفسيرات ساذجة وبسيطة جدا لا تأخذ بعين الاعتبار أمور أخرى تجعل من المستحيل أن يؤمن المسيحيون واليهود برسالة محمد هذا هو محور هذه الحلقة وسأعالجه بكل وضوح فلنتابع عنوان الحلقة لماذا رفض المسيحيون أو اليهود والمسيحيون محمد أهل الكتاب السؤال يعني حلو جدا لأنه يوضح لنا أو يعالج الفكرة أو المسلمات الموجودة في عقل المسلم وأنا أريد في هذه الحلقة أي مسلم يشاهد الحلقة أرجوك اترك إيمانك برا فكر معايا بعقلك الآن سترى الأمور بعين أخرى أولا خلينا نشوف أنا كما قلت قال محمد لو آمن بعشر من اليهود لا آمن باليهود الظاهر أنه كان يبحث عن عشر مؤمنين به اقتناعا من خلال كتبهم علماء يفهمون في الشريعة اليهودية ويظهر أنه لم يحصل على هؤلاء العشرة من بين الشخصيات التي يذكرها علماء الإسلام أنهم آمنوا بمحمد نجد شخصية عبد الله ابن سلام مثلا عبد الله ابن سلام كعب الأحبار مخيريق ابن النظير ورق ابن نوفى النجاشي وممكن نضيف عليهم بحير الراهب عبد الله ابن السلام له حكاية سنتطرق لها بعد قليل يقولون أنه كان عالما من علماء اليهود كعب الأحبار طبعا لم يسلم حين كان محمد موجودا لكن أسلم بعد وفاة محمد البعض يقول في حياة أبي بكر والبعض يقول في خلافة عمر لا يهم المهم أنه أسلم بعد موت محمد والكثير الكثير من الآراء حوله البعض يتهمه بالكذب البعض يتهمه بتلفيق الإسرائيليات البعض في كلام كثير عن كعب الأحبار يقولون أنه منه جاءت الروايات الإسرائيلية التي رواها أبو هريرة وغيرها من الروايات طبعا يقولون أنه كان عالما لمجرد أنه يعطي بعض التفاصيل من الفولكلوري اليهودي فهم يعتقدون أنه كان عالما وكان حبرا من أحبار اليهود مخيريخ بن النظير لا نعرف عنه شيئا كل ما نعرف أنه التحق هو من بني النظير كما يرى من اسمه التحق بن محمد في غزوة أحد وتوفي في الغزوة لا ندري هل كان لماذا أسلم لا ندري حيتيات وتفاصيل هذا الأمر والروايات الإسلامية تنقل لنا أخبار متضاربة بشأنه ورق بن نوفل مرة يقولون أسلم مرة يقولون مات غير مسلم لا تعرف أي شيء النجاشي أيضا اختلفوا فيه لمجرد أن استقبل المسلمين في هجرتهم الأولى يقولون أسلم محمد صلى عليه حين مات يعني صلاة الغائب يعني أشياء من هذا القبيل الغالب أنه لم يسلم لكن المسلمين يريدون أن يصدقوا أنه أسلم ولكن ولا واحد من هؤلاء عالم كبير ونعرفه وترك كتب ونقرأ له ونقرأ لماذا أسلم وبالحجة والدليل والبرهان من الإنجيل أو من الكتب اليهودية ولا واحد من هؤلاء كلها روايات إسلامية متضاربة لا ندري شيئا عنهم وكلهم قلة يعني هي يعدون على رؤوس الأصابع من هم اليهود الذين آمنوا بمحمد من هم المسيحيون الذين يعني علماء خلينا من القبائل التي ترغم بالسيف وتأخذ بالغصب مثل صفية بنت حيي التي أخذها وبعد ذلك قالوا أسلم خلينا من هؤلاء كلهم أو الذين يأخذونهم كصبيان أقل من سن البلوغ يأخذونهم فيسلموا تحت السبي وتحت السيف لا نتحدث عن هؤلاء نتحدث عن علماء آمنوا بكل إرادتهم ونظروا لمحمد من كتبهم لا نجدهم وحتى الأسماء التي نجدها فيها قيل وقال وهي قليلة جدا نأتي إلى عبد الله بن سلام وهو الذي يتغنى به كثيرا عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام حين تقرأ قصة إسلام غريبة جدا نقرأ في سيرة بن هشام واحدة من الروايات هي روايات متضاربة أيضا قال لما سمعت برسول الله عرفت صفته واسمه وزمانه الذي كنا نتوكف له يعني عرف بالضبط صفته اسمه الوقت اللي هيجي فيه كل شيء فكنت مسرا لذلك وكأنه كان سر وحده بيعرفه من بين كل اليهود كان بيعرف طب ما تقول لنا فين في أي سفر في أي أصحاح في أي آية حتى نروح للإسلام مثلك صامتا علي أنا كنت صامت وكاتم السر ما هو لو موجود في الكتاب كل اليهود حيعرفه ما بقى السر لا هو اللي بيعرفه صامتا علي حتى قدم رسول الله المدينة فلما نزل بقباء في بني عامر بن عوف أقبل رجل حتى أخبر بقدومي واحد جاء قال الرسول جاء إلى المدينة وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها عبد الله بن السلام على فكرة من يهود بن وقين وقاع اللي كانوا في المدينة اللي شفنا أنه في الحلقة الماضية طردهم محمد بسبب أنه واحد منهم قيل أنه اعتدى على امرأة مسلمة واحد قتل الآخر المهم قال أنا كنت على رأس نخلة أعمل فيها وعمتي خالدة بنت الحارت تحتي جالسة فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله كبرت الله أكبر فقالت لي عمتي حين سمعت تكبيري خيبك الله والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادما ما زدته يعني ما كنتش فعلت هذا الأمر قال فقلت له أي عمه هو والله أخ موسى بن عمران وعلى دينه بعت بما بعت به هو مثل موسى يعني بعت بما بعت به موسى قال فقالت أي ابن أخي أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يبعت مع نفس الساعة يعني أتاري اليهود كلهم عارفين أنه في نبي وجاي وسيبعت في ساعة معينة في زمان معين طب هذا العلم الموجود اللي بعرفه الصغير والكبير عند اليهود متورون في أي اكتئب في أي صفحة في أي سفر في أي شيء لا ظاهر أنه عارفينه فقط عبد الله بن السلام وعمته قال فقلت لها نعم قال فقالت فذاك إذن اقتنعت خلاص هو محمد مئة في المئة قال ثم خرجت إلى رسول الله فأسلمت شايفين قصة إسلام ثم رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم فأسلموا الله أكبر عبد الله بن السلام أسلم قصة عجيبة غريبة طيب ما تحكي لنا يا عبد الله بن السلام قرأت في التوراة كذا وكذا رحت شفت محمد طبقت الصفات وجدتها تماما هي هي ما فيش في رواية أخرى تذكر لنا أنه سألوا بعض الأمور لا يعرف إلا نبي مثلا ما أول أشراط الساعة وكأنه في كتب اليهود فيه تست بتعمله امتحان تعمله لأي واحد يجي أنه نبي تعمله امتحان ثلاث أسئلة تسأله ما أول أشراط الساعة قال محمد أجابه نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب خلاص نجح في أول سؤال قال له تماما هي السؤال الثاني ما أول طعام يأكله أهل الجنة يعني يقول لنا أول طعام لما ندخل الجنة أول شي ناكله قال زيادة كبد الحوت يعني ناكل هذه الزيادة اللي تكون فوق الكبد أول ما ندخل الجنة بيشولنا شوية من كبد الحوت هذه الزيادة وناكله يعني الرجل تعجب من أين يعرف محمد هذا الأمر أكيد نبي وقال له أسألك عن ماء الرجل وماء المرأة يعني الحيوانات المنوية والبوى قال إذا على أو إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة صار الولد يشبه أخواله وإذا غلب ماء المرأة أو على ماء المرأة ماء الرجل صار الولد يشبه لا العفو إذا غلب ماء الرجل صار يشبه أعمامه إذا غلب ماء المرأة صار يشبه أخواله طب قال محمد أن أخبره جبريل يعني غششه هو امتحن من طرف عبد الله بن سلام وجاب له الأجوبة جبريل فأسلم عبد الله بن سلام بناء على هذه الأجوبة المبهرة المعجزة لتخلي أي واحد يسلم في العالم من وين جاب عبد الله بن سلام هذه الأسئلة؟ ما نقراش في التوراة أي سؤال من هذا الأمر ولا نقرأ أي امتحان من وين جاب أنه هذه هي الأجوبة الصحيحة؟ طب لو كنت أنت بتعرفها يا عبد الله بن سلام أكيد واحد تاني هيقرأ ويعرفها محمد ما يحتاجش أنه يكون نبي أكيد رح قرأها هو الآخر وخلاص ويعرف الأجوبة القصة غريبة عجيبة بتوضح أنه لا عالم لا حبر ولا هم يحزنون هو كعادة المسلمين أي واحد أسلم بيصير كبير علماء كبير أساقفة كده كبير الأحبار مثل يوسف إستس قصيس يعني نقصين يقولوا أنه كان قريبا يصير بابا البروتستانت يعني تقريبا تقريبا كان نقصه شوية يعني هو كان فقط يعني عازف موسيقى عازف بعض المرات في الكنيسة وانتهى الأمر لكن صار قصيس إستس على العموم هي عادة وهي نفس العقدة كما قلت وردناها من البدء طيب الأسئلة الصعبة والآن نركزوا معايا اليهود ما عندهمش كتاب واحد عندهم التورات وهو مجموعة كتب ما نشوفش في أصفرها أي آية تتحدد عن انتظار نبي خارج بني إسرائيل ما فيش ولا مرة انتظر اليهود نبيا خارج بني إسرائيل وكانوا مستنين مع التورات عندهم كتابات بالهبل مثل المسلمين بيكتبوا تفسير كذا وتفسير كذا جمعهم كلهم في التلمود عندنا التلمود الأورشليمي والتلمود البابلي ابتدوا شفاهيا ما قبل الميلاد وكملوا ما بعد الميلاد لغاية القرن الخامس وهم يجمعوا فيهم تخيل انك لمدة قرون انه بتجمع أقوال الحبر كذا وأقوال الحبر كذا وأقوال فلان وأقوال تعليقات على التوراة وتعليق على التعليق وتفسير التفسير مثل المسلمين كل هؤلاء عشرات المجلدات لا نجد جملة واحدة جملة واحدة فيها انتظار لنبي عربي ومكانه ومكة جملة واحدة طلعوا لنا جملة واحدة وهي موجودة قبل محمد كتبت قبل محمد طب هما كانوا بيخططوا يعني هما بهذا الدكاء بيخططوا عارفين انه محمد جاي وخلاص قالوا نترك كل لا أبدا ما هما بشر أكيد واحد فيهم سيفتي كذا واحد يقول كذا وانتظروه كذا وربما سيأتي في كذا وربما لا في كذا ولازم يختلفوا ويعملوا مناظرات في الأمر ما فيش جملة واحدة في التلمود البابل ولا التلمود إرشلي كتابات يوسيفوس وعاش في القرن الأول ميلادي ده قبل ما جاء محمد ذكر حروب اليهود تاريخ اليهود ذكر كل شيء ممكن تعرفه عن اليهود ما ذكرش لنا وهو مؤرخ بالدرجة الأولى مؤرخ لكن متخصص في تاريخ اليهود ما ذكرش وذكر الهرتقات وذكر اللي جاء وادعوا أنهم كدوا وذكر حتى المسيح على أساس أنه هو مش مؤمن به أنه كان المسيح لكن أنه واحد جاء في تاريخ اليهود وإلى آخره ادعى أنه هو المسيح يعني فما فيش ولا ذكر أنه اليهود بينتظر النبي العربي اللي سيأتي في زمانه وفي وقته مثل ما قالت عمّة عبدالله بن سلام ما فيش طب كل هؤلاء اتفقوا يعني حسدا من عند أنفسهم ما فيش ما فيش لا يوجد لم ينتظر اليهود أي نبي عربي نقطة للسطر طبعا هناك أسباب موضوعية لرفض محمد وهناك أسباب ذاتية تتعلق بمحمد نفسه نحن نتكلم الآن في الأسباب الموضوعية أنه اليهود سواء كان محمد سواء كان إبراهيم سواء كان عباس سواء كان أبو بكر سواء كان عمر أي واحد قال أنه نبي مش حيؤمنوا به لأنهم مستنين المسيح والمسيح فقط الشخص الذي سيكون ممسوح من الله ومعين لبني إسرائيل وعندهم شروط خمسة في هذا الشخص شروط خمسة حتى يقبلوه أنه هو المسيح أولاً لازم يكون يهودي ومن سبط داود من نسل داود لازم يكون يهودي من نسل داود نسل ملوكي خلاص؟ ما فيش يعني مش هيقبلوا أي واحد برا نسل داود هذا أول شرط ومش يهودي أصلاً فأي واحد جاء محمد أو غير محمد مش هيقبلوه كانوا بينتظروا هذا الشرط ولازم يكون في أرض إسرائيل يعني ييجي في المغرب ييجي في مصر ييجي في أي مكان مش هيقبلوه لازم ييجي في أرض إسرائيل هذا الشرط الثاني والشرط الثالث لازم يحكم شعب إسرائيل يجمعهم من كل أطراف الأرض ويحكمهم والشرط الرابع أنه يلتزم بالشريعة الموسوية مش أنه يقولهم أنه جاءت وحرفت لا لازم يلتزم بالشريعة الموسوية وهذه الشروط موجودة قبل مجيء محمد على فكرة والشرط الخامس أنه ينشر السلام في الأرض أنه يعم بسبب حكمه يعم السلام في الأرض وهي كلها لا تتوفر في محمد هذه الشروط الخامسة لا تتوفر في محمد فطبعا مش هيقبلوه إذن الناس اللي معتقدين أنه يعرفون الحق ويخفونه هذا نظرية المؤامرة شيلها ما فيش اليهود مش هيقبلوا سواء كان محمد ما يجوا ناس تانيين يعني قبل محمد وبعد محمد ما قبلهمش اليهود مش معنى هم مستقصدين الإسلام بالضبط لا لا اترك هذه الأفكار ما يجا ماني مثلا ما قبلوش المانوية ويجا مسيلمة هل آمنوا بمسيلمة ويجاء ناس قبله وحتى المسيح اليهود أو قسم من اليهود رفضوه وبقيوا يهود لأنه بالنسبة لهم لم تتوفر فيه هذه الشرط فهمش هيقبلوا محمد كان بالأحرى محمد ما على علم أنه المسيح من صبت من نسل داود ما على علم أنه وجد في أرض إسرائيل ما على علم كل هذه الأمور لا هم ما قبلوش حتى المسيح فكان بالأحرى اللي مش من صبت داود ما كانش في أرض إسرائيل ولم يحكم بني إسرائيل خلينا نقرأ شوية في القرآن ماذا يقول القرآن القرآن يقول وَإِنَّهُ لَفِي زُّبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ آيَةً يَعْلَمَهُ عُلَمَاءِ بَنِ إِسْرَائِيلِ تكلم عن القرآن يعني أليس هذه آية أنه علماء بني إسرائيل بيعرفوا أن القرآن حق هذه مش معجزة ولما نقرأ نجد تفسير الطبري مثلا يقول كان عبد الله بن سلام من علماء بني إسرائيل وكان من خيارهم هذه الآية بتكلم عن أمثال عبد الله بن سلام وأنا معرفش مين غيره في الحقيقة لا أدري من غير عبد الله بن سلام فآمن بكتاب محمد فقال لهم الله أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءِ بَنِ إِسْرَائِيلِ وخيارهم صار عبد الله بن سلام هو من علماء بني إسرائيل ومن خيارهم شوف دي مش معجزة لا ممكن يكون كأي واحد مرتزق يذهب عند المسلمين يعني شاف أنه بيغزوا القبائل وبينتصروا عليها وانضم للجهة الغالبة مثل ما يفعل حتى بعض المسيحيين اليوم بيسلموا هل سمعنا أي واحد فيه يعطينا يعني أسباب معقولة منطقية من الكتاب المقدس تدفعه إلى الإيمان بمحمد ما شفناش هل واحد أعطانا النبوءات اللي أقناعته أن هذه المواصفات تنطبق على محمد ما شفناش ما هو ممكن مرتزقة حتى بعض بعض الناس من الأقباط المرتزقة اللي بيمدحوا في الإسلام على طول موجود بعض الكتاب أقباط وهم قلة طبعا مثل عبد الله بن السلام وهو واحد يعني هم قلة مرتزق لا علماء ولا هم يحزنون يعني هم مش كبار العلماء اللي ممكن نقرأ لهم وتركوا لنا كتب عبر التاريخ ممكن نقرأ ونقول كان عنهم فلسفة كان عنهم علم انظر كيف نظروا للأمر كيف أسسوا لو ما فيش ولا واحد منهم ترك لنا كتابا طب طالما هو كان من علماء المسلمين لماذا تركوا لناش أعمال عبد الله بن السلام كتب مثل ما ترك لنا يوسيفوس وهو قبل محمد بحوالي خمس قرون وترك لنا موسوعة ضخمة تتكلم عن اليهود هذا من علماء بني إسرائيل أو واحد مثل موسى بن ميمون الذي أتى لاحقا لكن هل كان عبد الله بن السلام مثل موسى بن ميمون مثلا طب نكمل مع القرآن القرآن يتهم اليهود والمسيحين بكتمان الحق مش بس اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون بيعرفوا البعض طبعا قال عن هذه الآيات أنه بتكلم عن القبلة لكن في آيات أخرى بتأكد أنه بتكلم عن محمد يعرفونه كما يعرفون أبناءهم بيعرفوه بالحرف بالتفصيل مثل ما بيعرفوا أولادهم هو بالضبط محمد تنطبق عليه الأمور الموجودة في كتبهم دون أدنى شك بإسمه بمكانه بتاريخه بتفاصيل جسمه حتى نشوف ماذا قال المفسرون ابن كتير قال يخبر تعالى أنه علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول كما يعرف أحدهم ولده هل ستخطئ ولدك لا طبعا لن تخطئ ابنك فإذن أكيد أنهم يعرفونه يقينا وقال الطبر يكتمون محمدا وهم يجيدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الحلو في المفسرين وفي القرآن أنه يطلق الكلام على عمومه أه موجود ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد موجود في التوراة والإنجيل لا البين على المدعي مش أنا أروح أبحث وأدور لا البين على المدعي لو كان فعلا هؤلاء عندهم حق كان القرآن حدد لنا السفر والآيات أو الأصفار والآيات بالتحديد بالتفصيل حتى نعرف كما فعل كتاب الأناجيل حين استدلوا على النبوءات المتحدثة على المسيح أعطونا بالضبط كما قيل بالنبي إشعايا كما قيل كذا أعطونا الاقتباس بالضبط حتى يمكننا الرجوع إليه طب لماذا لم يقوم محمد بهذا الأمر أعطونا الاقتباسات حتى تقنع اليهود في عصرك وزمانك ويهود اليوم أعطونا بالتفصيل لا موجودا عندهم في التوراة والإنجيل وروح دور إنت إيه عندكم مثل واحد يجي ويقول لك مثل أنا اليوم أجد وأقول للمسلمين أنا نبي ورشيد موجود عندكم في القرآن أنا موجود عندكم في القرآن وتنبأ عني محمد روح وبحث سيصدقني أي شخص اعطنا الصورة اعطنا الآية حتى نروح ندرسها ونشوف ماذا قال المفسر وهل ينطبق هذا الكلام عليك ولا لا لا هي موجود عندكم في التوراة والإنجيل ولا مليش دعوة بالتفاصيل القرآن يدعى أن اليهود والمسيحين يعرفون محمد كما يعرفون أبنائهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه مرة أخرى في سورة الأنعام تكرر ما جاء في البقرة يعرفونه كما يعرفون أبنائهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون خسروا أنفسهم يعرفون محمد كما يعرفون أبنائهم لكنهم ظالمون معتدون حاقدون ولذلك يرفضون الإسلام خلينا نشوف واحد من الشيوخ هيأكد هذا التفسير أنه فعلا أن اليهود أو أهل الكتاب بصفة عامة اليهود بيعرفوا محمد لكن مثل ما حصل مع عبد الله بن السلام شوف أول فيديو في هذه الحلقة ويقفوا محمد الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم يعرفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعرفون صفته لكن الموفق من وفقه الله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وهل يجهل الإنسان ابنه لا لأنه يراه وصرح أو خص الأبناء هنا باعتبار أنهم دائما مع الآباء دون البنات ولم يقل كما يعرفون أنفسهم وذلك لأن الإنسان قد يجهل نفسه في بعض الأحيان لكن الإبن أمامه دائما كما يعرفون أبنائهم ولذلك عبد الله بن السلام يقول لما آت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرفته من حين ما رأيته لكن الموفق من وفقه الله ولذلك قال بعدها وإن فريقا منهم ليكتمون الحق ما هو الحق الذي كتموه صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه نبي وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون يعلمون صفته ويعلمون ما غبت من أنكر وكتم ما جاء به الله عز وجل يعني اليهود المسيحيين موجود في كتبهم صفة محمد ويعلمونها لكن هم يخفونها سر يبقونه بين أنفسهم هم يعلمون حين يتذاكرون يعرفون أن محمد حق لكن هم يخفون هذا الأمر هذه نظرة المؤامرة في أبها حلالها يعام ما عندهم ما فيش ده طلعت عندهم هرطقات بالهابل وما فيش حد فيهم حتى من الهرطقات فقط أنه في نبي عربي القرآن يلجأ لأهل الكتاب لتأكيد مصداقيته أحيانا القرآن بيعمل العكس فإن كنت يا محمد في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك اسأل اليهود والنصار اللي جاءك حق اسألهم لأنه بيعرفوا أنه اللي جاءك حق طب أهو سألهم وطلع أنه ما اعترفوش وأعتقد هذا هو السبب اللي خل محمد غاضب على اليهود وعلى المسيحيين وابتدأ بطرد اليهود وتقتيلهم وابتدأ أيضا مع النصارى خصوصا النصارى نجران يعني السبب أنه كان متوقع أنه لو قال لهم الله يقولوا له طلع لنا نبي خال الله نمشي وراءه فوجئ بأنهم رفضوه وأحرجوه أمام قريش لأنه كان يقدم لقريش فإن كنت فيشك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب راح سأل الذين يقرؤون الكتاب من قبله قالوا لي يا عم أنت مش رسول طلع وكأنه احرج أمامهم فشكلت له عقدة لا لم يأتك الحق من ربك سألت اهو سألت الذين يقرؤون الكتاب من قبلك الذين يقرؤون الكتاب من قبلك قالوا لك هذا ليس الحق من ربك ما رأيك لا حرفوا ما أنت تقول اسأل الذين لو كان حرفوا هتسألهم ليه ولو كان حرفوا طب ليه متأكد أنهم يعرفونه وكما يعرفون أولادهم مش هيعرفوا مثل ما يعرفون أولادهم كيف هيعرفوا مثل ما يعرفون أولادهم وهو محرف أكيد حرفوا يعني حتى لو قلت البعض حرفوا البعض بقي كيف يعرفوا ما حرف مما لم يحرف طيب لا يعرفونه حتى في هذا الأمر لا يعرفونه مثل ما يعرفون أولادهم يعني هما في شك في حيث وبيث خصوصا أنه مش هما اللي حرفوا آباء 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 أجدادهم هما اللي حرفوا يبقى الأولاد اللي في عصر محمد أكيد ما يعرفوش خلاص لا يعرفونه مثل ما يعرفون أولادهم القرآن وقع في تناقض شديد في هذا الأمر آية أخرى يقول فيها في الأعراف 157 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في وقت محمد معناه أنه بيعتمد على التوراة والإنجيل الموجودين في وقت محمد الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل هذا يثبت لنا أن محمد سمى ما كان موجودا في عصره عند اليهود والنصارى سماهم توراة وإنجيل ولم تقل الآية الكتب المحرفة سماهم توراة وإنجيل يجدونه مكتوبا عندهم يعني الكتاب المقدس دعية توراة وإنجيل وادعى أنه مكتوب عندهم وهذا يدل على عدم التحريف أولا لأنه كيف تستشهد بشيء هو محرف موجود عندك طيب لو هي وطيقة محرفة خلاص ما فيش أي دليل أنك تلجأ لها وتستدل بها طالما قلت أنه موجود يعني بتعترف أنه هي مرجع يمكن الرجوع إليه والتحقق منه على نبوتك طيب رجعنا ليه؟ لم نجدك مكتوبا في التوراة والإنجيل لم نجدك أنت عليك الدليل ما تخليش المسلمين بيدوروا في سفر التكوين وفي المزامير وفي نشيد الأنشاد وتيهين لا كنت سهلت عليهم الأمر يا محمد وعطيتهم أنت برقم الأصحاح وبرقم الآية وكل شيء حتى تسهل عليهم مهمة موجبريل بيساعدك كالمفروض خلاص سهل شوف في أصحاح كذا سفر كذا هذا أنت في أصحاح كذا سفر كذا هذا أنت مش مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل هذا كلام عام لا ينفع في النقاش والإقناع القرآن يدعي إيه السبب؟ أنه بيحسدوا المسلمين من أنفسهم ودى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسنا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق من بعد ما عرفوا أن الإسلام حق حسدوك طب قبل أن يأتي محمد وقبل ما يتبين الحق من من اليهود كتب عن مجيء محمد؟ أي مكان كما قلت في التلمود يتكلم عن مجيء محمد؟ لا شيء طب نقول أنه بنو النظير حسدين محمد بنو قينقا حسدين محمد بنو قريدة حسدين محمد يهود خيبر حسدين محمد خلاص عشان هم في عداوه وفي حرب طب اللي بخمس قرون قبل محمد ما بيعرفوش لم تحصل عداوه كيف حيحسدوه؟ ما كانوا كتبوه هو اليهود ما كتبوش هو اليهود لم يتركوا لنا أي أطر وكانوا استنوا وكنت شفت توقعاتهم يمينوا شمال في كل كتاباتهم ما فيش ما فيش بيستنوا واحد هو المسيح فقط ما بيستنوش أي حد تاني طيب الخلاصة لماذا رفض احنا متكلم عن اليهود الآن بعد شوية حاجة المسيحية لماذا رفض اليهود نبوة محمد؟ الأسباب الموضوعية بعيدا عن الداتي لم ينتظر اليهود أي نبي خارج بني إسرائيل سواء محمد أو أحمد أو X أو Y أو Z لم ينتظر اليهود أي نبي خارج بني إسرائيل نقطة ارجع للسطر لكن محمد أخذها بشكل شخصي لم يكن اليهود ينتظرون أنبياء حتى غير المسيح المنتظر ويسمى النبي ويسمى الملك تعدد الأسماء ترمز لنفس الشخص وليس لأشخاص كثيرين يسمونه النبي يسمونه الملك يسمونه الكاهن يسمونه كل هذه الأسماء لكن هو المسيح ابن داود هذا هو انتظارهم لا توجد أي كتابات تلمودية تتحدث عن نبي عربي منتظر فهذه أسباب أساسية هناك أسباب أخرى نرجع لها لازم نعرف أصول الإيمان اليهودي أصول الإيمان اليهودي لخصها عالم يهودي مشهور اسمه موسى بن الميمون وهو كان موجود في القرن الثاني عشر لكن هو لخص الإيمان اليهودي اللي هو ممتد موجود ما قبل المسيحية موجود ما قبل الإسلام لخصه في 13 أصل من أصول الإيمان 13 دي أصول الإيمان اليهودي مثل أركان الخمسة عند المسلمين مثل أركان الإيمان الست من بين الأصول ذكر الأصل الثامن موسى بن الميمون قال وهذه على فكرة هذا هو قانون الإيمان عند اليهود أنا أؤمن بكذا أنا أؤمن بكذا وعلى فكرة كانوا يرددون أنا أؤمن وهم يساقون إلى الأفران للقتل في عهد هتلر كانوا يردون هذا قانون الإيمان العزيز على قلوبهم الأصل الثامن في قانون الإيمان يقول أنا أؤمن إيمانا كاملا بأن كل التوراة الموجودة الآن بأيدينا هي التي أعطيت لسيدنا موسى اليهود لا يؤمنون بأي شريعة أخرى غير التوراة الأصل التاسع أنا أؤمن إيمانا كاملا بأن هذه التوراة غير قابلة للتغيير وأنه لن تكون شريعة أخرى سواها من قبل القالق لا يؤمنون بنزول أي شريعة غير الشريعة الموسوية مش هيستنوا أنه واحد يجي يقول لهم قطع اليد وأنه هناك ملك اليمين لا 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 هم لا يؤمنون سواء في عصر محمد قبل محمد بعد محمد لا يؤمنون لن تكون شريعة أخرى سواها الأصل الثاني عشر أنا أؤمن إيمانا كاملا بمجيء المسيح ومهما تأخر فإنني أنتظره كل يوم هما مستنين شخص واحد هو المسيح لن تجد لن تجد في كل كتابات اليهود ما قبل الإسلام ما بعد الإسلام أثناء الإسلام الحديث عن نبي منتضر عربي خارج الأمة الإسرائية نقطة نعود للسطر هل تتوفر في محمد مواصفة هذه مسألة أخرى محمد بشكل موضوعي مرفوض بشكل ذاتي مرفوض من النحيتين خلينا نبدأ في أخذ المكلمات ونأخذ أول مكلمة من سينة من المغرب أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أخي وشيد كيفك؟ نشكر الله أهلا بيك أختي سينة مرحبا بيك نتكلم باللهزة المغربية مرحبا بيك بشما بغيتي بشكل لبنان بارك لوف الله يبرك فيك الله ينصرك على العديان وش أنت سينة سينة في يوتيوب؟ صح كلامك أنا سينة في يوتيوب آه مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك نهار كبير هذا الله يبرك فيك يطورنا في عمرك الله يبرك فيك أختي ونصرك على العديان الله يبرك فيك مثل آخر نشيد والأستاذ والمعلم والعالم بارك الله فيك شرف لي أن أسمع هذه الكلمات والله شرف لي أول حاجة أول أشكر البرنامج وأصحاب البرنامج بسعبن فيه ولي بيودونا نصر علمي وبيدونا نصر يعني فكر اجتماعي ونور بارك الله فيك الله اليسوع ينصركم والمجد لكم والأبدية والمحبة والسلام وأنا اليوم سعيدة والله ما قدني سعيدة لي شهور بارك الله فيك أختيشينا مع نفسي اللي كي أتكلم مع الأخ رشيد ولي كي النفس تسمعني والله العزين صار شهور شهور متابعاك وبتناقد مع نفسي أنا مشهورة أنا معروفة أنا أصلا الأخ رشيد لو شفتي اللايفات السبع القديمة أوحي صلوات ألبس أنواع وأشكال من الصليب سعيدة فرحانة بدين النصر جيت من الحطأ نعم أنا كنت مسلمة ومن عائلة مسلمة والسنية ودرست الداخلية مع المسلمات مع البنات المتح الجبار صراحة السنين اللي مضت أندم ليش أنا انخلقت في بلد عربي مسلم وعشت أكبر عشت أكبر مواقف مش سعيدة ومش وطقة من نفسي وضغوطات نفسية وروحية وهذا كدد دين الإسلام لم يكن ديني ولم أكن سعيد أنا سعيد أسمع هذه الكلمات وأشكرك على الاتصال وأشكر على أنك تشاركي رأيك وتشاركي ما في قلبك وهذا شيء رائع وأنت مغربية بنت بلادي فمرحبا بك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك وعظيمة بارك الله فيك أختي نحن في مدينة مراطش الحال أدام سبع المسلمين صائمين والله العظيم في سما براها يعني لمع من اليسوع في سما دهبية لو كان عندي تليفون ثاني أقسم أصور وابعته لك في الفيس شكرا سما دهبية سما دهبية يعني بارك الله في جاي من اليسوع من الرب المخلط آمين شكرا نختي آخر شيء بالنسبة لشكايتي نفسي أحكيها لو كان بالممكن وقت صغير أو متوسط ما بعرف أنا ممكن نعمل وقت آخر ونتصل بك لو خليتي الرقم ديالك وأنا نتواصل معك باش نهدره بالتفصيل أوكي قلت المؤامرة صح؟ بدي أشارك شوي بالمؤامرة وبعد نقفل ماشي بك يا أخر شيء ممكن؟ موخة أنا شخصيا كالسنة المغربية لما كنت في المغرب في الإعدادي في التانوي لما تخرج من الباقالوريا لحمتني لن أذكر الأسماء ولم أذكر المجموعة لو خليتي أنا نتواصل معاك ونبرمج لها في حلقة أخرى لأنه أنا بغيت أن أخذ الرقم ديالك ونتواصل معاك شكرا أختي خليك على الهول يأخذوا غير الرقم ديالك شكرا بالنسبة للجانب المسيحي لماذا رفض المسيحيون محمد اترك جانبا أي مسلم ما تشاهدني الآن اترك جانبا الأمور الإيمانية لو نظرنا للأناجيل كوثيقة تاريخية فقط كوثيقة تاريخية نعلم أن الأناجيل كتبت في القرن الأول ميلادي إنجيل مرقص أولها يقولون تقريبا أنه كتب في حوالي ممكن خمسينات ممكن ستينات يعني حوالي عشرين إلى تلاتين سنة بعد المسيح يعني وقت قصير جدا الأناجيل لم تتحدث عن أي نبي سيأتي بعد المسيح غير الأنبياء الكذبة لم تتحدث الأناجيل عن أي نبي حقيقي من الله سيأتي غير الأنبياء الكذبة وقال السيد المسيح بصريح العبارة سيأتي بعد أنبياء كذبة كثيرون من ثمارهم تعرفونهم خلاص حتى معيار بيعرفوا المسيحيون هذا أول شي الأناجيل الأناجيل تتحدث عن المسيح أنه المخلص والأخير الألف والأوميجا يعني البداية والنهاية الألف واليا أنه هو المخلص ما فيش مخلص آخر فالمسيحيون عبر تاريخ من القرن الأول إلى اليوم ولا مرستنوا أي نبي آخر ولن ينتظروا سواء محمد أو غير محمد أعمال الرسل تتحدث عن الكنيسة الأولى ومعتقداتها بمشاكلها بخلافاتها بكل شيء لم تتحدث لنا عن أي كنيسة أو مجموعة مسيحية حتى اللي كانوا يعني يمارسوا السحر ويعرضوا الإيمان المسيحي تحدث عنهم أعمال الرسل لم تتحدث عن أي مجموعة مسيحية أو هرطقة تنتظر نبي عربي ما فيش رسائل بولوس رسائل بولوس بولوس اتفقت معاه أنه من الله أو من غير الله لازم على الأقل ناخد رسائله كوتيقة تاريخية بتؤرخ لفترة يعني فترة أولية من الإيمان المسيحي لأن الرسائل الرسول بولوس قريبة جدا من المسيح مثلا رسالة تسالونيكي ويقولون هي أقدم الرسائل الرسالة تسالونيكي الأولى تعود إلى كدو خمسين يمكن تنين وخمسين ميلادية كدو خمسين يعني هي حوالي عشرين سنة من المسيح وترصد لما يدور داخل كنيسة تسالونيكي لكن لا نجد أي شيء يتطرق لعقيدة مثل هذه أنه انتظار نبي آخر رسائل رسول بولوس تتطرق إلى المشاكل الموجودة في الكنائس إلى أحيانا محاولة معالجة بعض الأمور غير الأخلاقية التي تحدث بين المسيحين الجدد الذين ينضموا للمسيحية رسائل رسائل تتطرق إلى معتقدات وممارسات خاطئة الناس يحب يعود إلى الممارسات وطنية أو يعود إلى ممارسات يهودية والرسول يتعامل مع كل هذه المشاكل رسائل تتطرق إلى الكثير من الأمور لهوتي المعقدة مثل رسالة رومية التبرير هل هو بالأعمال أم بالإيمان وكل هذه الرسائل تعالج موضوعات وهرتقات ومعتقدات وممارسات ولا واحدة فيهم تعالج أنه في ثرقة معينة تنتظر نبي عربي ولا واحدة الآباء الأوائل سلسلة من الآباء من القرون الأولى كلماندوس أسقف روما توفي في 99 ميلادية يعني عاش القرن الأول ميلادي كله عنده رسالة من أقدم الرسائل الموجودة إلى الآن غير موجودة في الكتاب المقدس سمى رسالة أكلماندوس الأولى كتبت حوالي 97 ميلادية يتكلم عن الإيمان المسيحي عن كيف نسلك كمسيحين يتكلم عن هذه الأمور ما فيهاش أي ذكر لانتظار نبي عربي إغناطيوس الأنطاكي ومات شهيدا قدم للوحوش 35 إلى 108 ميلادي وعن كتاباته إلى اليوم لم يتطرق أن المسيحين بيستنوا نبي عربي بولي كاربوس مات أحرق وهو من شمال إفريقيا من مكان الذي نطلق عليه تونس الآن رسالة بولي كاربوس إلى كنيسة فليبي موجودة لحد الآن عنا بقيت كتابات هؤلاء إلى اليوم وهؤلاء من القرون الأولى للمسيحية لم يتطرق إلى انتظار المسيحيين لنبي عربي جاستن دمارتير جاستن الشهيد من 100 إلى 165 كتاباته موجودة عنا لليوم عمل أفضل دفاع عن المسيحية ضد الاضطهاد الروماني شرح ما هي المسيحية ولماذا المسيحية أفضل ويستنكر لماذا تضطهاد المسيحية لم يتحدث عن عقيدة انتظار نبي عربي تورتليان الأمازيغي الشهير اللاهوتي العظيم واحد من عظام اللاهوتيين من 155 إلى 240 كان كاتب غزير الكتابة بعض كتابات وصلتنا وبعضها اندتر كتابات التي وصلتنا أو وصلنا ما كتب عن طريق آخرين كلها لا تطر وتطرقت للهرطقات والرد على المخالفين والرد على كذا لا توجد أي رد على أي شخص يدعي بوجود نبي عربي أو ينتظر نبي عربي قديس إيريناوس سيبريانوس القرطاجي كليماندوس الإسكندري أوريجانوس قائمة من الكتابات هؤلاء علماء المسيحية كلهم قبل محمد ولا واحد فيهم يتكلم ومن مناطق مختلفة من مناطق مختلفة من العالم ولا واحد فيهم يتكلم عن أنه فيه لازم ننتظر نبي عربي فكيف يقول حسدا من عند نفسهم هم لا زالوا لم يروا هذا النبي لم يتعاملوا معاه لم يخاطبوا لا يعرفون أي شيء عنه ولا واحد فيهم رد على أو ناصر عقيدة انتظار نبي عربي آباء ما بعد نيقيا قديس أغسطينوس غزير الكتابة أيضا وكان قد اعتنق المانوية ثم صار مسيحيا ورد على الهرطقات رد على المانوية ورد على هرطقات أخرى مثل المونتانية ولم نجد في كتاباته أي شيء يتعلق بالرد على بدعة انتظار نبي عربي قديس جيروم مترجم الكتاب المقدس لم يتطرق إلى هذا الأمر يحنى ذهبي الفم أو فم الذهب كان واعدا مفوان وكان كاتبا مشهورا وتطرق أيضا إلى أمور عديدة في اللاهوت المسيحي لم يتطرق إلى هذا الأمر طيب طيب رد على بدعة الأريوسية مجمع القسطنطينية الأول رد على الأريوسية والأبولونية والسابيلية وهي هرتقات كل واحد فيها واحد يشرق واحد يغرب لا داعي للدخول في تفاصيلها الآن مجمع أفسس رد على النستورية رد على فكرة نستخدم والدة الإله ولم نستخدم هاش ورد على البيلاجيانية بدعة أخرى مجمع خلق دونية وكلها قبل محمد هذه المجامع إلا الاثنين الأخيرة منها مجمع خلق دونية هل هي طبيعتين أم طبيعة واحدة مجمع القسطنطينية الثاني الطبيعة الواحدة للمسيح ناقشوها مجمع القسطنطينية الثالث طبيعتين وإرادة واحدة أم إرادتين مجمع نيقية الثاني حرب الأيقونات ولا واحد في هذه الجماعة ولا واحد أنه مجمعين قبل بعد ظهور الإسلام وخمسة قبل الإسلام ولا واحد تطرق إلى هل عندنا بدعة انتظار نبي عربي ما كانتش في الحسبان ولا واحد كان بيفكر فيها ولا واحد كتب عنها ولا واحد انتظرها ولا واحد تكلم عن مواصفاته ولا واحد تكلم عن صفاته ولا عن مخرجه ولا أي شي تحدي الذي أضعه أمام المسلمين يا جماعة آلاف المخطوطات مئات الكتب من هؤلاء القدماء طلعون لنا جملة واحدة يقول فيها شخص منهم نحن ننتظر نبي عربي اسمه أحمد اسمه محمد هيطلع في مك طلعون لنا جملة واحدة طالما يعرفونه كما يعرفون أولادهم طالما هؤلاء أهل الكتاب يعرفونه بالضبط كما يعرفون أولادهم طلعوا لنا جملة واحدة يا سيدي مش كتاب مش صفحة جملة واحدة من كل هؤلاء الآباء عن انتظار نبي سيأتي عن انتظار نبي سيأتي بلاش عربي يا سيدي بلاش اسمه محمد عن انتظار نبي نبي سيأتي ما فيش حتى الهرطقات حتى الهرطقات ما بتخدمش محمد ظهرت بدعة المرقيونية في 144 ميلادية رفضت إله العهد القديم ظهرت المونتانية ما بين 135 إلى 177 وهي حركة نبوية تدعي أن الناس يكلمهم من روح القدس لكن هم مسيحيون يعني يؤمنون بالمسيح بالأناجيل حتى ما تفهمون ليش غلط ظهرت الدستية أن يسوع ليس له جسد مادي له جسد هلامي ظهرت الأريوسية الأبن إله لكن في درجة تانية أنه مخلوق ظهرت المانوية ماني قال أنا رسول يسوع المسيح لكن أنا هو المعز الذي وعد به يسوع المسيح وآمن بالأناجيل على الفكرة أنا هو المعز هو قبل محمد ادعى أنه المعز قبل أن يأتي المسلمون ويأخذوا نفس اللعبة ويبتدوا يستخدموها ماني استخدمها قبلهم في القرن الثالث يعني سابق الإسلام بثلاث قرون بأربع قرون حتى بأربع قرون فإذن إحنا أمام مشكلة عويسة فين هي بدعة النبي العربي على الأقل كان المسيحيون عملوها لو هم بيرفضوا الحق على الأقل كانوا عملوها كبدعة حتى هذه البدعة غير موجودة بدعة انتظار النبي بدعة انتظار النبي العربي بدعة انتظار محمد مش موجودة هل اتفق المسيحيون المؤمنون الذين يتبعون الإيمان الأورتدوكس القويم اتفقوا مع الهراطقة ان يستبعدوا هذه العقيدة كليا رغم أنه شفنا في مجامعهم بيصطدموا ببعض وبيضربوا في بعض وبيتخنقوا مع بعض وبيعملوا كل شيء مع بعض إلا في هذه اتفقوا سرا ان يخفوا نبوة محمد دا كانت طلعت منها مئة بدعة لو كانت موجودة مش بس بدعة واحدة كانت طلعت منها مئة بدعة لا يخدمكم التاريخ لا يخدمكم تاريخ المسيحية لا يخدمكم أي شيء خليني أخذ مكلمة من أخي إبراهيم من الولايات المتحدة تفضل أخي إبراهيم أخي إبراهيم تفضل أخي إبراهيم تفضل أعتقد أخي إبراهيم مستمعني أخي داني من كندا تفضل أخي داني أخي إبراهيم لو سمعني تفضل أنا مستمع إبراهيم أنا داني أخي داني تفضل مرحبا أخي رشيد مرحبا أول شي أباركك على البرنامج الجديد عزيزي الله يخليك شكرا عزيزي رشيد طبعا أنت طرقت على أسباب رفض الآباء الأولون المحمد لكن خلينا في الوقت الحالي السؤال الروتيني الذي يسأله المسلم طبعا لماذا لا تؤمنون بمحمد ونحن نؤمن بكل الأنبياء طبعا الصواهنا معروفة تعرفك رشيد يعني ودائما يقولون مثلا محمد مذكور في الإنجيل وإنت حرفته يا حبيبي فلنفرض فلنفرض إنك صح وحتى الشيطان مذكور في الإنجيل طيب ماذا قدم محمد للمسيحين واليهود لكي يقبلوا محمد مثلا مثلا ماذا قدم محمد مثلا كتعالم إنسانية أو أخلاقية لكي مثلا ننبهر بها نعم غير القتل والسبب وإباحة الدم غير المسلم ما أنا قلت في أسباب موضوعية يعني بعيدة عن محمد نفسه يعني لو جاء محمد أو غيره كانوا سيرفضوه لكن في أسباب أيضا داتية وهي إن محمد لا تنطبق عليه مواصفات أصلا المسيئة المنقد المخلص أكيد أكيد أخي رشيد يعني في بداية رسالته في بداية رسالة محمد المسيحين واليهود لم يقبلوا يعني ما قبلوا لأن كانوا يعرفوا وكانوا يعني يحسوا إن هناك شي غلط في مناقف لتعاليمهم لأن حتى أبناء عمومة مثلا وكقبيلة لم يؤمنوا به لأن كان فيه شي غلط من بدايته نعم طيب أنا كمسيحي اليوم مثلا هل من المعقول هل من المعقول أخي رشيد أقرأ الإنجيل واللي كله محبة تسامح وتضحية وفي نفس الوقت أؤمن بشخص قتل وزنى في هذه الحالة يعني مثلا أكون آني منافق من يقرأ عن المسيح لا يمكن أن يقبل محمد بديلا أكيد بالضبط بالضبط أخي رشيد وهل ممكن أن اليهود المسيحيين مثلا يؤمنون بشخص قتل آبائهم وأجدادهم وهجرهم من بيوتهم ولا يؤمن هذا حبيبي رشيد مثلا أنا معرفة أني كعراقي ولا يؤمن هذا تعاليم محمد تطاردنا في معقل دارنا مستحيل أي شخص أي شخص يؤمن بالمسيح وتعاليم المسيح وبنفس الوقت يؤمن بمحمد أنا هذا الرأيي الشخصي صحيح أشكرك أخي أخ سمعان أو سيمون أهلا بك من الولايات المتحدة تفضل أخي سيمون سيمون طيب السؤال اللي حسأله في الأخير أنا جاوبت لماذا اليهود رفضوا محمد؟ لماذا رفض المسيحيون محمد؟ مش اللي أنه بيعسدوا المسلمين هم عندهمش شيق يحسدوا عليه المسلمين إطلاقا اللي قرأ الأنتجيل وقرأالم معطي على الجبل مش حيحسد المسلمين على ضرب المرأة مش حيحسد المسلمين على ملك اليمين مش حيحسدهم على قطع يد السارق مش حيحسدهم على جلد الزاني أو جلد بيشرب خمر مش حيحسدهم على أي شيء والزواج من طفلة صغيرة ما فيش شيء يتحزذ عليه المسلمون ما فيش لكن ليه رفضوا المحمد رفضوا لأنه لم ينتظروا قط مخلصا آخر غير المسيح لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطيه بين الناس ينبغي به ينبغي أن نخلص ما فيش لم ينتظر المسيحيون أي مخلص غير المسيح والتاني لم ينتظروا أي كتاب يضاف إلى الإنجيل لم ينتظر المسيحيون بعد القرن الأول انغلق ما فيش أي كتاب سيضاف ما فيش شريعة تانية ستأتي خلاص انتهى الألف واليا البداية والنهاية مش مستنين أي كتاب سيضاف سواء كان من محمد أو من غير محمد يجي أي شخص ما جاء ماني ورفضوا ماني وجاء ناس تانيين إلى اليوم يجي ناس ويدعوا ورفضوهم مش القضية انه حساد وانه بيكيدوا وانه عندهم غيره وما عندهم شيء كل ده كلام فاضي المسيحيون لن يقبلوا بأي مخلص آخر غير يسوع المسيح هو الألف واليا البداية والنهاية أشكركم على متابعة هذه الحلقة أعتدر لكل من لم أخذ مكالماتهم كانت حلقة مليئة بالمعلومات وملئة بالأفكار أراكم أيضا مباشرة في الحلقة القادمة بنامات الرابع وإلى اللقاء اشتركوا في القناة